على قبعة هذه البادرة الممتازة الطيبة وربنا صحة عليك على الموازين الحسن لكم إن شاء الله تكون تشجيع لأبناء الوطن من جميع الملقائمين على هذه المسابقة وإن شاء الله بإذن الله تكون من تفوق لتفوق وتكون من نجاح للنجاح لهذه الجريدة الغضاء إن شاء الله طبعاً الكران الكريم ده رسالة كبيرة جداً طبعاً هي تفوق رسالة الدراسة والتعليم فأنا في البداية أتقدم بالشكر للجريدة لجريدة الوطن على هذا الدور الكبير الذي يساند كتاب الله سبحانه وتعالى ويؤصل دوره في المجتمع وطبعاً أنا مشكور طبعاً بشكركم شكراً جزيلاً على أن ابني أحمد شارت معكم وتأهل يعني الحمد لله وحص على المركز الثاني نشكر الله سبحانه وتعالى أشكر جريدة الوطن على رعيتها للمسابقة وإن شاء الله تكون بداية موفقة للجريدة في حفظ الكتاب الله عز وجل وأنصح أولئي الأمور بالاحتمام بتعليم أولادهم كتاب الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أراد الآخرة فعليها بالقرآن ومن أراد الدنيا فعليها بالقرآن ومن أراده معمعاً فعليها بالقرآن منظركم الله خير على المصادقة وعلى تنظيم صراحة المميز في ظل الموجود من مؤسرات وإنترنت وخلافه يبقى القرآن وكلم الله عز وجل لو الأولاد حفظوا تعلموا أي شيء بعد كده سهيين إن شاء الله وإحنا بنقدر جهودكم من أنتم سويتوها ديت وما تستقلوها أبداً يعني ما تستقلوها هذا العمل الله أنه ممكن يكون سبب وبركة في نجاح هذه المؤسسة الآن وفي المستقبل إن شاء الله عز وجل وديت قاعدة معروفة مضطردة في أي مكان أن اللي يعرأ على القرآن ربنا عز وجل لازم يدرك في إن شاء الله أول شيء بارك الله لكم بهذه الأعمال التشقي على الطلبة على الاستمراء بحفظ القرآن الكريم والشيء الصراحي يشرف الآباء والأمهات وإن شاء الله مزيد من التقدم ونشوف مسابقة أخرى أفضل بإذن الله تعالى